السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نشرة أخبار الكوت ليس صدفة أن تتزامن ذكرى أربعانية شهداء مسجد الإمام الصادق عليه السلام مع بدء جلسات محاكمة 29 متهما تم اعتقالهم بتهمة الاشتراك بجريمة الهجوم الانتحارية على المسجد في شهر رمضان الماضي انعقاد المحكمة في هذا التوقيت يدل على يقظة رجال الأمن في تتبع القتلة واعتقالهم وسوقهم إلى العدالة كما يدل على جدية السلطة القضائية في الاسماع إلى المتهمين والنظر في القضية وإصدار القصاص بحق القتل ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الكويت غدا ستنعاقد المحكمة في الجلسة الثانية لها فيما لا تزال اعترافات الشريك الرئيسي الانتحاري تثير الريبة الجريمة من التخطيط إلى التنفيذ تمت بإدارة تنظيم داعش والتعليمات كانت تأتي من الخارج مثلها مثل القباع الذي وصل إلى البلاد عبر المطار وتناول السحور في جمعية صباح الناصر وارتد الحزام النسفة في ديوانية أبو الحارث الذي اعترف أنه أوصله إلى المسجد وعاد إلى منزله ونام حتى المغرب المهم في اعترافات أبو الحارث أمام قوس العدالة أنها تمت بدون إكراه وكان اللافته أنه يرغب في تلبس الجريمة وحدة وتبرئت بقية المتهمين محضر الاستجواب في المحكمة كشف عن تخطيط مسبق للجريمة وقد اعترفت زوجة أبو الحارث أن زوجها أخبرها بالعملية واعترفت زوجة شقيقه بأنه سمعت حوار التفجير بين زوجه وشقيقه محضر الاستجواب يكشف عن وجود خلية لتنظيم داعش خططت ورصدت وقتلت تلفزيون الكوت ينشر بعضا من محضر الاستجواب مع أسئلة قاضي التحقيق واعترافات المتهم ما دورك في القضية؟ طلب مني أن أنقل حزام المتفجرات وأنقل فهد القباع من المطار ما مضمون الحديث بينك وبين الذي قام بتفجير نفسه فهد القباع؟ هو طلب مني أن أستقبله في المطار هل استوضحت منه عن طبيعة العملية التي سيتم تنفيذها؟ لم أسأله عن شيء ولم أكن أعرف تفاصيل العملية وكذلك طلب بياناتي الشخصية وأن أبايع تنظيم الدولة الإسلامية ما الغاية التي طلب فهد القباع مباشرتها؟ لم أكن أعرف وانقطع اتصالي معه حتى مغرب يوم الخميس وأرسل لي بعدها رسالة نصية وطلب مني التوجه لمنطقة لنويصيب لاستلام الحزام الناسف ومن التقيت حال وصولك منطقة لنويصيب؟ عند وصولي إلى لنويصيب انتظرت غليلا حتى رسلني فهد وأرشدني إلى داخل منطقة برية وكنت قد أضعت الطريق وبعد عودتي وجدت سيارتين وطلب مني فهد أن أتبعهم هل دار بينكم أي حديث؟ لا وأرشدني إلى صندوق به الحزام الناسف كان قد وضعه في البر إلى منزل الكائن بمنطقة الإصلابية هل دارت أي أحاديث بينك وبين فهد القباع في المرة الأولى؟ تعرفنا على بعض وقال أنه يدعى أبو سليمان وعرفته على كنيتي بأبي الحارث أين توجهت بعدها؟ توجهنا إلى منطقة صباح الناصر وتناولنا السحور في الجمعية ثم توجهنا إلى منزلنا وبعدها أدخلته الديوانية وما الذي دار بينكما في الديوانية؟ قال لي فهد إن العملية ستتم قدن الجمعة ماذا يقصد بالعملية؟ أن يقوم بتفجير نفسه بواسطة الحزام الناسف لماذا اختيار هذا الوقت دون قيره من الأوقات الأخرى؟ كما لو كان بالمساء مثلا وليس في توقيت الصلاة كان فهد القباع حريصا على أن يقوم بهذه العملية وقت الصيام وكان حريصا على أن يدرك وقت الجمعة وقبل الإفطار أين ارتدى فهد الحزام الناسف؟ في منزلي وكان ذلك في الساعات العاشرة والنصف صباحا وكنت أقوم بمساعدته في ارتداء الحزام الناسف أين ذهبتما بعدما خرجتما من منزلك؟ تمشينا في شارع الخليج حتى الساعة الثانية عشر والنصف أين توقفتما؟ توقفنا بجانب مباني سكنية قريبة من المسجد والمسافة بيننا وبين المسجد كانت تحتاج إلى عشرة دقائق مشيا بحسب تغريري وهل تحدث فهد القباع قبل نزوله أو قال أي شيء؟ لا لم يتحدث بشيء وعن موضوع الجوازات فقد سبغ أن طلب مني إطلافها إضافة إلى إطلاف هواتفه الشخصية وماذا حدث بعد نزول فهد؟ بمجرد نزوله من السيارة عدت إلى المنزل ومتى علمت بتفجير المسجد؟ عند وصولي إلى شاطئ الشويخ شاهدت الدوريات والإسعاف وهي قادمة وعلمت أنه تم تنفيذ العملية ولماذا قام فهد بتفجير نفسه بما أن هدفه تفجير المسجد؟ هو يعتبر تفجير نفسه شهادة وماذا فعلت بعد العودة إلى المنزل؟ حرقت جواز سفر فهد وبطاقته الشخصية وهواتفه النقالة هل اعترافك الآن نتيجة أي إجبار أو إكراه من أحد؟ لا أبدا لا يوجد أي إكراه على هذا الاعتراف ترجمة نانسي قنقر